بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ظاهرة الإرهاب من الظواهر العنيفة والسيئة التي استشرت في العصور المتأخرة في جميع بلاد العالم في العربي والمسلمين وفي غير المسلمين وفي الشرق وفي الغرب وانتشرت بصور متعددة فهناك ظواهر فردية وأخرى جماعية وأخرى دولية وأخرى إدارية وأخرى فكرية وسياسية إلى آخر أنواعي الظواهر المتفرعة عن ظاهرات الإرهاب وأقسى ما في هذه الظاهرة أن يمتد خطرها إلى اغتيال النفس الإنسانية وإلى تخويفها قولا أو فعلا وإلى العدوان عليها بإزهاق الأرواح وبالوصول إلى القتل بدون سبب إلا ما سولته أنفس الشياطين والمتمردين والذين غسلت عقولهم لترتكب أبشع جريمة ظهرت على ظاهر الأرض وحذر الإسلام منها تحذيرا شديدا ونهى عنها تنهيا أكيدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما انظر إلى العقوبات ومن يقتل مؤمنا متعمدا أولا فجزاؤه جهنم ثانيا خالدا فيها ثالثا وغضب الله عليه رابعا ولعنه خامسا وأعد له عذابا عظيما هذه العقوبات لمن يعتدي على حرمة النفس بدون وجه حق فالقرآن الكريم يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذا الحق المستثنى وضحه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال لا يحلد ممرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وينظر الإسلام إلى هذه الظاهرة نظرة تجعل من يفكر فيها أن يبتعد عن حتى التفكير فيها حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مؤمن بغير وجه أنظر لزوال الدنيا لأن هذه الجريمة تغري بارتكاب مثيلاتها وبضياع حق النفس في الحياة وهو حق المفروض أنه لله وحده فهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لو جاءك إنسان يطلب عندك الأمان لتؤمن فلم تؤمن بل قتلت وهذا صادق على أمثال السائحين الذين يدخلون بلاد الإسلام يدخلونها بإذن ما يسمى بالتأشيرة أو الفيزة هذا إذن هذا عقد أمان هذا إذن وسماح لك أن يدخل بلادك فأصبح في أمانك فعليك أن تؤمن لو لم تؤمن لو قتلته الرسول عليه السلام يقول من أمن رجلا على حياته فقتله فأنا من القاتل بريء ولو كان المقتول كافرا يا الله يا عظمتك يا سيدي يا رسول الله وأنت تحمي حق النفس الإنسانية حتى وإن لم تكن مسلمة إنه الإسلام في عظمته والرسول في إنسانياته ورحمته فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة ربنا المهدا ويا نعمته المسته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته